بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم أمين بعد انقطاع طويل نعود إلى درسنا في شرح نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد للرسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إتمام هذا الشرح وأن ينفع به المسلمين وأن يكون ذخرا لمن يستمع إليه في يوم معاد اللهم آمن كنا بارك الله فيكم قد وصلنا إلى باب الإله والإله معناه في اللغة الحلف وأما شرعا فهو حلف الزوج ألا يطع زوجته في قبنها مطلقا أو زائدا عن أربعة أشهر والإلاء حكمه حكمه من حيث الأحكام التكليفية الخمسة حرام لما فيه من إيذاء المرأة وإلحاق الضرر بها والأصل في أحكامه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فقوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون ألا يجامعوا نساءهم وقوله سبحانه وتعالى فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمين بالحنث وقوله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم أي فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للزوج المولي إذا كفر عن يمينه وعاد عن إلائه وأما إذا صمم على الطلاق فإن الله عز وجل سميع عليم والمقصود إذا بقوله وإن عزموا الطلاق أي وإن صمموا عليه فالله عز وجل سميع لطلاقهم عليم بمقاصدهم الناظم رحمه الله تعالى ذثر أحكاما مهمة في هذا الباب فقال رحمه الله تعالى هلفه أن لا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبول وتكفير وجب أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكم ذكر الناظم رحمه الله في البيت الأول تعريف الإله فقال حالفه أن لا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة وقد تقدم تعريف الإله وأنه حالف الزوج أن لا يطأ زوجته في قبولها مطلقا أو زائدا عن أربعة أشهر وأركان الإلاء ستة الركن الأول هو المولي وهو الزوج والركن الثاني المحلوف به وشرطه أن يكون اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أو التزام بنحو عتق أو طلاق أو غير ذلك والركن الثالث المحلوف عليه والركن الرابع الزوجة والركن الخامس الصيغة والركن السادس المدة النظم رحمه الله تعالى لم يذكر تفاصيل الشروط المتعلقة بهذه الأركان الزوج هو المولي ويشترط في الزوج أن يصح طلاقه والذي يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار فمن صح طلاقه صح الإلاء منه ومن لا يصح طلاقه لا يصح الإلاء منه فيشترط في الزوج أن يصح طلاقه ويشترط أن يمكن منه الوطأ والنظم رحمه الله ذكر للإلاء الصورة الصورة الأولى أنه الزوج أن لا يطأ زوجته في العمر مطلقا أن لا يطأ زوجته في العمر مطلقا وهو الذي أشار إليه بقوله حلفه أن لا يطأ في العمر زوجته والصورة الثانية أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر إذن ذكر النظم رحمه الله تعالى للإلاء الصورتين الصورة الأولى بارك الله فيكم أن لا يطأ زوجته مطلقا والصورة الثانية أن يمتنع عن وطئها زائدا على أربعة أشهر وخرج بقول النظم رحمه الله ألا يطأ ما لو حلف مثلا ألا يقبل ألا يقبل زوجته فإن هذا لا يعتبر إيلاء وخرج بقول النظم رحمه الله ألا يطأ زوجته ما لو حلف ألا يطأ أمته فإن هذا ليس إيلاء فخرج بقوله زوجته الأمة وخرج بقوله أوزائدا عن أشهر أربعة ما لو حلف أن يمتنع من وطء زوجته أقل من أربعة أشهر فإن هذا ليس إيلاء فلو حلف مثلا أن لا يطع زوجته ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر ونصف هذا لا يعتبر إيلاء إذا تقرر هذا فهنا تأتي مسألة وهي لو أن الزوج حلف بهذه الصيقة فقال والله لا أطأك ثلاثة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطأك ثلاثة أشهر أخرى فهل هذا يعتبر إيلاء أو لا قال فقهاء الشافعية رحمهم الله هذا لا يعتبر إيلاء لأن كل مدة من المدتين دون أربعة أشهر وإن كان هذا الزوج يأثم للإيذاء للحاق الضرر بزوجته فهو يأثم للحاق الضرر بزوجته وإن لم يكن هذا إيلاء إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبول وتكفير وجب أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكم في هذين البيتين عدد من المسائل يمكن أن نرتبها بالشكل الآتي المسألة الأولى إذا مضت المدح وهي أربعة أشهر فالزوجة لها أن تطالبه بأحد أمرين فتردد الزوجة الطلب بين هذين الأمرين الأمر الأول هو الوطء في القبل وهو المشار إليه بقول الناظم رحمه الله بالوطء في قبول تمام وحينئذ يكفر عن يمينه والأمر الثاني هو الطلاق وقول الناظم رحمه الله تعالى أو استعماله لأو يشير إلى أن الزوجة تردد الطلب بين الأمرين فإما يعني تطلب منه إما كذا وإما كذا لا كما قال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله واعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله أيضا في بعض كتبه أنها تطالبه بالوطء أولا فإن أبى طالبته بالطلاق المعتمد في المذهب أنها تردد الطلب بين الأمرين هذه المسألة الأولى إذن المسألة الأولى أنها إذا مضت أن المدة إذا مضت فإنها تطالبه بأحد الأمرين إما الوطء وإما الطلاق فتردد الطلب بينهما وعندما نقول إذا مضت المدة إذا مضت المدة التي هي أربعة أشهر يقول قائل من متى تبدأ هذه المدة هذه المدة تبدأ من تلفظه بالإله فمن لحظة تلفظه بالإله تبدأ مدة الأشهر الأربعة هذا بالنسبة لغير الرجعية أما الرجعية فإن المدة في حقها تبدأ من المراجعة وذلك أن الإله يلحق الزوغة الرجعية أيضا فإذا كانت الزوغة في عدة طلاق الرجعين فآلى منها زوغها في أثناء عدتها من الطلاق الرجعين فإن المدة لا تحسب من تلفظه بالإله بل إذا راجعها تبدأ الأشهر الأربعة بالحساب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في قول الناظم رحمه الله تعالى في قول الناظم رحمه الله تعالى فإن مضت لها الطلب قوله رحمه الله تعالى لها الطلب يشير الناظم رحمه الله إلى أن الطلب طلب الوطء أو طلب الطلاق يكون للزوغة لا لغيرها قال لها الطلب فليس لوليها مثلا إذا كانت حرة أن يطالب الزوغة بذلك وليس للسيد إذا كانت أمة أن يطالب الزوغة بذلك وبالتالي في قوله لها الطلب إشارة إلى أنها إذا لم تطالب بشيء فالزوغ لا يطالب بشيء واضح لا يطالب لا بالفيئة ولا بالطلاق هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله فإن مضت فإن قوله فإن مضت لها الطلب فيه إشارة إلى أن المطالبة إنما تكون بعد أن تمضي الأشهر الأربعة من تلفظ الطلاق وليس في أثناء الأشهر الأربعة المسألة الرابعة التي تضمنها أو تضمنها هذان البيتان أنه إذا أفاء فإنه يلزمه تكفير يمينه والفيئة تحصل بالوطء في القبل ولذلك قال فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل فإذا أفاء في قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي مرت معنا في بداية الدرس للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم المراد بالفيئة أن يطع الزوج في القبل فلا تحصل الفيئة مثلا بتقبيل ولا تحصل الفيئة مثلا بالوطء في الدبر بل إنما تحصل الفيئة بالوطء في القبل ولذلك نص عليه الناظم رحمه الله فإذا أفاء الزوج فإنه يلزمه أن يكفر يمين الإيلاء واضح وإذا كان الزوج قد علق طلاقا مثلا بالإيلاء كأن قال مثلا إن وطئتك فضرتك طالق فإن أفاء وقع الطلاق على ضرتها وكذلك لو علق الأمر بالعطق كأن قال مثلا إن وطئتك خلال خمسة أشهر فإن عبدي حر واضح فإن عبدي فلان حر فإنه إذا وطئها عندما فاء يقع العطق على ذلك العب إذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله يشير إلى أنه إذا أفاء فعليه التكفير قال وتكفير وجب وقوله تكفير وجب هذا التكفير إذا كان قد حلف يمينا وإذا التزم طلاقا وقع الطلاق إن علق به وإن علق الوطأ به وإذا التزم عطقا بأن علق الوطأ بإطق وقع العطق إذن قوله تكفير ليس خاصا باليمين بل ويقع طلاق أيضا إن علق الوطأ به ويقع عتق إن علق الوطأ به ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي المسألة الخامسة بترتيبنا وهي أن الزوج إذا امتنع من الأمرين امتنع من الوطأ والفيئة وامتنع أيضا من الطلاق امتنع من الأمرين واضح فإن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة ولذلك قال فإن أباهما أي رفضهما فضمير التثنية يعود إلى الفيئة التي ضمنها الشاعر أو ضمنها النظم بقول بالوطأ في قبل وإلى الطلاق فإن امتنع الزوج أبى الزوج الأمرين طلق الحاكم عنه طلقة واحدة هذه الطلقة تكون طلقة رجعية إلا إذا كانت هذه المرأة قد طلقت طلقتين من قبل فحينئذ تكون طلقة الحاكم طلقة بائنة تكون طلقة الحاكم طلقة بائنة كذلك لو كان مثلا طلقة الحاكم وقعت قبل الدخول فإنها تكون طلقة بائنة وصيغة تطليق الحاكم أن يقول القاضي مثلا أوقعت عن فلان على فلانة طلقة أوقعت عن فلان على فلانة طلقة المسألة الأخيرة وهذا طبعا هذا بارك الله فيكم يعني في قوله طلق فرد طلقة من حكم فقوله طلق هذا الفعل والفاعل هو قوله من حكم وقوله فرد طلقة هذه المسألة السادسة فيه إشارة إلى أن الحاكم لو طلق أكثر من طلقة لم تقع إلا طلقة واحدة لو طلق الحاكم أكثر من طلقة لم تقع إلا طلقة واحدة هذا ما يتعلق بباب الإله والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آنه وأصحابه أطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم أمين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة باب الظهار الظهار بارك الله فيكم هو تشبيه الزوج زوجته بمحرمه في الحرمة والأصل فيه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادنة فقال عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وأركان الظهار أربعة مظاهر وهو الزوج ومظاهر منها وهي الزوجة ومشبه به وصيغة قال الناظم رحمه الله تعالى قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كبهر أمي ذكر الناظم رحمه الله تعالى سورة الظهار وهي أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كبهر أمي أو نحو ذلك كان يقول مثلا أنت عندي كبهر أمي أو كصدر أمي أو كيد أمي أو نحو ذلك من الألفاظ ويشترط في المظاهر أن يكون زوجا يصح طلاقه ومعنى أن يصح طلاقه مر معنى في الإيلاء أن من يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار وبالتالي لا بد أن يكون المظاهر زوجا يصح طلاقه فلا يصح الظهار من غير الزوج لا يصح الظهار من السيد ولا يصح الظهار من أجنبي ولا يصح الظهار من الزوجة فلو قالت الزوجة مثلا لزوجها أنت عليك ظهر أبي لا يقع الظهار منها لأن شرط المظاهر أن يكون زوجا ولا يصح الظهار من من لا يصح طلاقه كصبي ومجنون ومكره وقول الناظم رحمه الله تعالى وقول الناظم رحمه الله تعالى لعرسه أشار إلى أن الظهار إنما يقع مع الزوجة أشار إلى أن الظهار إنما يقع مع الزوجة حتى ولو كانت الزوجة فجعية وبالتالي لا يصح الظهار من أجنبية ولا يصح الظهار من أمة أيضا وقول الناظم رحمه الله تعالى أنت كظهر أمي هذا هو المشبه به هذا هو المشبه به وشرط المشبه به الذي هو أحد أركان الظهار أن يكون جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل مرة أخرى أن يكون جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل فعندما نقول أن يكون جزءا ظاهرا خرج بالظاهر الباطن خرج بالظاهر الباطن إذن أن يكون ماذا جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل لم تكن حلالا له من قبل فلما نقول من جزء ظاهر خرج الباطن فلا ظهار إذا شبه مثلا بكبدها أو بقلبها أو نحو ذلك واضح لا ظهار في ذلك وكذلك بارك الله فيكم لما نقول أن يكون التشبيه بجزء ظاهر محرم خرج ما لو شبهها بغير محرم وعندما نقول لم تكن حلالا له من قبل خرج ما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له ثم أصبحت محرما له خرج ما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له ثم أصبحت محرما له كزوجة الابن فلو قال لزوجته مثلا أنت علي كظهر زوجة ابني فلا ظهار لا يقع الظهار لماذا؟ لأنها لما كانت حلالا له في وقت ما احتمل أنه يريده فإن زوجة الابن كانت حلالا له قبل أن يتزوجها ابنه واضح فاحتمل أنه يريد ذلك الوقت ومثل زوجة الابن في هذا أم الزوجة ونحوها من المحارم اللواتي لم يكن محارم له محرمات عليه ثم أصبحنا محرمات عليه إذن قول الناظم رحمه الله تعالى قول مكلف ولو من دمي لعرسه أنت كبهر أمي قوله كبهر أمي هذا المشبه به وقلنا يشترط فيه أن يكون ظاهرا وأن يكون من محرم وأن تكون المحرم هذه لم تكن حلالا له من قبل أو نحوه أي أو نحو ذلك من الألفاظ كما مر معنا لو قال لها مثلا أنت عندي كبهر أمي أو أنت كصدر أمي ونحو ذلك من الألفاظ وقول الناظم رحمه الله قول مكلف ولو من دمي قوله ولو من دمي أي لا يشترط في المظاهر حتى يقع الظهار أن يكون مسلما ولذلك قال ولو من دمي واضح خلافا للإمام أبي حنيف رحمه الله الذي اشترط أن يكون المظاهر مسلما والناظم رحمه الله تعالى بيّن متى تجب الكفارة فقال فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب أي إذا كان المظاهر لا يعقب أي لا يتبع الظهار بالطلاق فإنه يكون عائدا فحينئذ نقول تجب كفارة الظهار بحصول أمرين الأمر الأول الظهار والأمر الثاني العود الأمر الأول هو الظهار والأمر الثاني هو العود فلذلك الناظم رحمه الله بعد أن ذكر الظهار قال فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد فالظهار قد تقدم والعود بيّن المراد به بأنه أن يمسكها أي العود أن يمسك المظاهر زوجته زمناً يمكنه أن يفارقها فيه لكنه لا يفارقها واضح أن يمسك زوجته بعد الظهار زمناً يمكنه أن يفارق فيه لكنه لا يفارقها والذلك قال فإن يكن لا يعقب طلاقها أي لا يعقب ظهارها بطلاق إذا كان لا يعقب ظهارها بطلاق فإنه يكون عائداً وحينئذ حصل منه السبب الأول وهو الظهار حصل منه السبب الثاني وهو العود فتجب عليه الكفارة إذن ما هو العود؟ العود معناه أن يمسك المظاهر زوجته زمناً بعد الظهار يمكن فيه المفارقة لكنه لا يفارقها وذلك لأن الظهار وصف للزوجة بالتحريم وإمساكها بعد الظهار وعدم تطليقها يخالف وصفها بالتحريم فيكون الزوج حينئذ عائداً هذا بالنسبة للزوجة إذا لم تكن رجعية أما الرجعية فإن العود في حقها أن يراجعها فإذا ظاهر الرجل من زوجته في عدة طلاق الرجع فإن الظهار يقع فإذا راجعها فإنه يكون عائداً فإنه يكون عائداً إذن العود بالنسبة للزوجة الرجعية يكون بالمراجعة يكون بالمراجعة وحينئذ إذا تحقق السببان السبب الأول الظهار والسبب الثاني بارك الله فيكم السبب الثاني العود فإنه تجب عليه الكفارة هذه الكفارة لا بد منها قبل الوطأ ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى فعائد يجتنب الوطأ كالحائظ أي أنه هذا المظاهر يحرم عليه أن يطأ حتى يكفر كما يحرم عليه أن يطأ المرأة الحائظ يحرم على المظاهر أن يطأ زوجته حتى يكفر كما يحرم على الزوج أن يطأ امرأته في حال الحائظ فقال يجتنب أي وجوباً الوطأ كالحائظ حتى كفر أي يستمر تحريم الوطء عليه حتى يكفر ثم بيّن الناظم رحمه الله تعالى خصال الكفارة وهي ثلاث خصال ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة الأولى هي العطق فقال الناظم رحمه الله فعائد يجتنب الوطأ كالحائظ حتى كفر بالعتق ينوي الفرض عما ظاهر فالخصلة الأولى من خصال الكفارة عطق رقبه فيكون عطقها بنية الكفارة ولا يشترط أن يعين الكفارة نوع الكفارة يعني يقول كفارة الظهار أو ينوي كفارة الظهار بل يكفي أنه يعتقها بنية الكفارة هذه الخصلة وهي العطق بارك الله فيكم يشترط فيها ثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل فقول الناظم رحمه الله رقبة هذا الشرط الأول أي لا بد أن تكون رقبة كاملة فلا يجزئ عطق عبد مبعض الشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله بقوله مؤمنة فقيدت الرقبة بالإيمان لتقييدها بذلك في كفارة القتل وهذا من حمل المطلق الذي في سورة المجادلة على المقيد الذي في سورة النساء والجامع بين الأمرين حرمة السببين فإن السبب العطقي هنا هو الظهار وهو محرم والسبب العطقي هناك القتل وهو محرم إذا تقرر هذا فالشرط الثالث من شروط الرقب حتى تجزئ أن تكون سليمة عما يخل ويمنع الكسب والعمل فإن مقصود العطقي أن يقوم هذا العبد المعتق بكفاية نفسه ويتفرغ لوظائف الأحرار ويتفرغ للعبادات وهذا لا يحصل من شخص عاجز عن الكسب والعمل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يقزئ أن يعتق فاقد رجل أو أن يعتق مقطوع يد أو أن يعتق مثلا مقطوع أصابع اليدين لا يقزئ ذلك لأن هذا لا يستطيع الكسب والعمل قالوا بخلاف ما لو كان مثلا مقطوع أصابع الرجل فإنه يقزئ لأن هذا لا يخل بكسبه وعمله ويكزئ عطق الصغير فلا يشترط البلوغ هذا بارك الله فيكم هو الخصلة الأولى من قصال الكفارة الخصلة الثانية من قصال الكفارة أيضا ذكرها الناظم رحمه الله بقوله إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل ذكر رحمه الله تعالى الخصلة الثانية من قصال الكفارة وذلك أن هذا المظاهر إذا لم يجد رقبة أي لم يجدها حسا كما هو الحال اليوم أو لم يجدها شرعا مثلا فبعن وجدها تباع بأكثر من ثمن مثل أو لم يجد رقبة تحققت فيها الشروط فحينئذ ينتقل إلى الأمر الثاني في الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين وهنا في الصيام بارك الله فيكم عندنا ثلاث مسائل مهمة ينبغي التنبه لها المسألة الأولى أنه لا بد في هذا الصوم أن يبيت النية لكل يوم وذلك قد مر معنا في كتاب الصيام أن الصوم الواجب لا بد فيه من تبييت النية ولا بد فيه أيضا من التعيين فيعين أن هذا الصوم صوم كفارة نعم قال الفقهاء رحمهم الله لا يشترط تعين نوع الكفارة أنها كفارة ظهار أو مثلا كفارة يمين لكن يشترط أن يعين الجنس أن هذا الصوم صوم كفارة كما أنه لا يشترط أن ينوي التتابع لا يشترط أن ينوي التتابع هذه المسألة الأولى المسألة الثانية بارك الله فيكم هذا المظاهر عليه أن يصوم شهرين متتابعين فلو بدأ الصوم من أول شهر قمري أجزأه حتى ولو كان الشهران ناقصين مثلا صام في شهر ربيع ثاني وجماد أول كان شهر ربيع ثاني تسعة وعشرين جماد أول تسعة وعشرين أجزأه الشهران حتى ولو كان ناقصين ولو صام من أثناء شهر حسب الشهر الذي بعده بالهلال تمام سواء كان الشهر هذا الذي بعده تاما أو ناقصا فيحسب بالهلال سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين وأما الشهر الأول الذي صامه بدأ الصيام من أثنائه فإنه يكمل من الشهر الثالث ثلاثين يوما المسألة الثالثة قال النظم رحمه الله على تتابع إشارة إلى اشتراط التتابع في الصيام وحينئذ نقول يفوت التتابع إذا أفطر يوما ولو آخر يوم يعني لو صام شهرين في آخر يوم أفطر بلا عذر فات التتابع وحينها يلزمه استئناف الصيام من أول الشهرين واضح؟ وكذلك لو أفطر بعذر لا ينافي الصوم كمرض مثلا فإن المرض عذر لا ينافي الصوم لأن المريض إذا صام صح صومه كذلك السفر عذر لا ينافي الصوم لأن المسافر إذا صام صح صومه واضح؟ بخلاف عذر ينافي الصوم مثلا كجنون على سبيل المثال أو كحيظ بالنسبة للمرأة يعني قد يقول قائل تقدم معنا قبل قليل أن المرأة لا يصح منها الظهار فكيف تجيب على الكفارة؟ المقصود أن الكلام هنا في كفارة الصيام في الشهرين مطلقا سواء في الظهار أو بسبب آخر كالقتل ولذلك نقول إذا كان هناك عذر ينافي الصوم أي لا يصح الصوم معه كجنون وحيظ وهذا متصور في كفارة القتل بالنسبة للمرأة التي ستصوم شهرين متتابعين إذا قتلت فحينئذ إذا كان الفطر بسبب عذر ينافي الصوم أي لا يصح الصوم معه فإن لا يلزمه الاستئناف وإنما يبني على المدة السابقة يعني كأن صام مثلا أربعين يوما ثم طرع له جنون خمسة أيام ثم عاد إليه عقله فإنه يكمل ولا يلزمه الاستئناف من أوله بخلاف ما لو مريض أو سافر هذا معتمد مذهب الشافعية وذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه لو أفطر لمرض مثلا فإن التتابع لا ينقطع واختار هذا المزني تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر القصلة الثالثة بعد أن ذكر القصلة الثانية من خصال الكفارة ذكر القصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال وعاجز ستين مدا ملكا ستين مسكينا كفطرة حكا أي فإن عجز عن الصوم إما لهرم أو لمرض لا يرجى شفاؤه أو لحقته مشقة شديدة بسبب الصيام فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث وهو الإطعام فيجب أن يطعم ستين مسكينا أو فقيرا فلما ذكر المسكين نبه على الفقير من باب أولى والمقصود بالإطعام هنا أن يملك كل واحد مدا أن يملك كل واحد مدا فلا يجزئه لو دفع لأقل من ستين بل العدد هنا مشترط العدد هنا مشترط فلا بد من ستين مسكين واضح؟ فلا يجزئه الدفع لأقل من ستين مسكين ولا يجزئه مثلا أن يدفع ستين مد لأكثر من ستين مسكين يعني يأتي بستين مد ويعطي مائة مسكين أيضا هذا لا يجزئه لأنه حينئذ سيملك كل واحد أقل من مد وقنس الطعام الذي يجب هنا هو مما يجزئ في الفطرة ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى كفطرة حكى أي شابه ما يجب أن يخرج في زكاة الفطر فيكون هذا الطعام من غالب قوت بلد المكفر ولا يجزئ دفع الكفارة لمن لا يجزئ دفع الزكاة إليهم لا يجزئ دفع كفارة الظهار أو نحوها من الكفارات إلى من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم من هاشمي أو مطالبي مثلا أو ممن تلزم المزكي نفقتهم أو المكفر نفقتهم وكذلك ككافر كل هؤلاء لا يجزئ دفع الكفارة إليهم كما لا يجزئ دفع الزكاة إليهم إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول إن من عجز عن جميع خصار الكفارة عجز عن العتق عجز عن الصيام عجز عن الإطعام فإن الكفارة تستقر في ذمته فإذا قدر على واحدة من هذه الخصال وجبت عليه وهذا ككفارة الجماع في النهار رمضان فإنه إذا عجز عن الخصال استقرت الكفارة في ذمته ثم نقول ونخطم هذا الباب بأنه يجوز أن تقدم النية على العتق والإطعام يجوز أن تقدم النية على العتق والإطعام فيصح مثلا أن تكون النية عند عزل الرقيق الذي يراد عتقه وتصح أن تكون النية عند عزل الطعام المراد التكفير به لكن في الصيام لا بد أن تكون النية من الليل في كل ليلة من ليالي الصيام مع التعيين كما مر تقريره سابقا والله أعلم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين